موسيقى السلام عليكم تصادف اليوم الذكرى الرابعة لتهجير أهالي منطقة دماج في محافظة صعدة الجريمة التي أسقطت أولى عربات القطار وكان واضحا أن القطار متجها نحو الهاوية لكن لا أحد شعر بالخطر أو تحمل مسؤوليته حينها حاصرت ميليشيا الحوثي منطقة دماج التي اتركز فيها السلفيون لأكثر من مئة يوم قتلوا فيها منهم المئات وأصابوا الآلة وبدلا من أن تقف معهم الدولة والإقليم والعالم ذهبوا للتواطئ مع الحوثي وإجبارهم على مغادرة محافظة صعدة جريمة تهجير أبناء دماج من قبل ميليشيا الحوثي صمت عنها الرئيس والحكومة والأخبة السياسية والثقافية في البلد فارتدت عليهم لعنات متتالية وكل هؤلاء ذاقوا من نفس الكأس وشهدوا بعدها بنفس نوقف أبناء دماج إن لم يكن أسوأ كان الدماج بالنسبة للحوثي مفتتح شهية الانقلاب ومقبلات ابتلاع البلد فبعدها تدحرجت كرة السلاح الحوثية ملتهمة المدون اليمنية بشكل مفاجئ وصادم للجميع وهنا نتساءل هل استوعب اليمنيون الدرس من حادثة دماج وكيف فتك الحوثيون بجميع الأطراف كل على حدة في ظل تفرج الآخرين بعد كل ذلك هل ستصبح الحقوق المدنية هي شوكة الميزان بعيدا عن النزاعات الشخصية والأهواء الذاتية وأخيرا إلى متى ستظل ميليشيا الحوثي جاثمة على صدور اليمنيين بعد أن فتكت بالجميع هذه الأسئلة نحاول الإجابة عليها هنا مع ضيفي في الستيديو الأستاذ الكاتب والباحث نبيل البوكيري وسينضمع آخرون عبر الهاتف مساء الخير أستاذ نبيل مساء نور لك مشاهدنا إذن أستاذ نبيل ونحن نسترجع الذكر الرابع لتهجير أهالي منطقة دماج دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود للرقاش في مثل هذا اليوم هاجرت أول قفلة من أهالي دماج بعد حصار دام أكثر من مئة يوم من هنا كانت بداية انفراط العقد ومن هذه النقطة بدأ تاريخ انهيار الجمهورية وكسر البوابة الشمالية لها وقبل هذا انهيار قيم المواطنة والتعايش هجر أبناء دماج قبل أربع سنوات أمام مرأة ومسمع العالم كله وبتوطئ قيادة الدولة حينها الذين ساهموا بتسهيل عملية التهجير وصل الوجع كل قصر وكل مقر وأصبح من وقفوا متفرجين راكبين على السيارة ذاتها شاربين من الكأس نفسه تغاض المجتمع الإقليمي والدولي والمنظمات الحقوقية عن إدانة تهجير أبناء دماج وأشح بوجهه عن هذه الجريمة وعن مبادئ الحقوق المدنية للمواطنين بغض النظر عن أفكارهم وتوجهاتهم النخبة السياسية والثقافية اتخذت مواقع الفرجة وتعاملت مع الجريمة وكأنها لا تعنيها البعض استنكف الدفاع عن أبناء دماج بحجة أنهم سلفيون متطرفون فكريا رغم أن ذلك لا ينفي الدفاع عن حقوقهم المدنية في أن يظلوا في منطقتهم بعد دماج تساقطت أحجار الدومينو وتم إسقاط بقية المحافظات في غفلة من الزمن كانت دماج كرة الثلج التي تدحرجت من أعالي جبال الشمال حتى وصلت أقصى سواحل الجنوب في عدن يبدو مثيرا لسخرية أن جميع الأطراف التي تواطأت مع ميليشيا الحوثي أو صمتت حين هجر أبناء دماج تعرضت لنفس المصير بدءا من الرئيس نائبه أعضاء الحكومة الأحزاب السياسية النخبة الثقافية جميعهم تقريبا هجروا من مناطقهم نهيك عن ملايين المواطنين في معظم المحافظات بل إن حليفهم في الانقلاب حزب المؤتمر وقياداته نالوا نصيب الأسد من حملة القتل والتنكيل والملاحقة بعد مسيرة التنكيل الممتدة منذ أربع سنوات يبرز سؤال للواجهة متى ستتوقف عجلة الدمار الحوثية؟ وهل استوعب اليمنيون درسة أُكِلت يوم أُكِل الثور الأبيض؟ والأهم من ذلك من ينقذ اليمنيين اليوم من توحش الحوثي وعجز الشرعية أستاذ نبيل في الذكرى الرابعة لتحجير أبنى دماج وفي بداية حوارنا في هذا المساء هل يمكن أو كيف يمكن أن نعيد قراءة الأحداث بعد أربع سنوات؟ أنا باعتقادي أربع سنوات مضت ولعله ربما لا أدري هل من سوء حظنا أم من حسن حظنا أن نشهد تداعيات سياسات تلك المرحلة التي كنا نتحدث عنها في حينها أن ذلك الفعل الذي كمن وراء تهجير مجموعة من الناس أو طائفة من الطائفة اليمنية أو مجموعة من المجامع اليمنية من أرض تم تهجيرهم بها تحت تهديج السلاح كان بمثابة حقر الديمنو أو بمعنى يعود الثقابة الذي أشعل الخيمة اليمنية كلها هذا التواطع الذي حصل في حينها هو كان تواطع ربما أيضا بسؤنية لم يكن بحسنية لأنه كان يدرك الكثير أن السماح بتغول طائفة أو بمعنى آخر بتصفية أي جهة من الجهات لصالح جهة معينة هو لن يكون في صالح الدولة ولا في صالح التعدد ولا في صالح أمن والاستقرار المنطقة واليمن والمجتمع اليمنية عموما وبالتالي أربع سنوات نحن نشهد تداعيات ذلك الحدث الذي كان في بلد الدماغ القرية الوادعة في ضواحي صعدة اليوم هذا الحدث أشتعلك أو كبير ككل تفتلق وتجمع وزارة كل محافظة يمنية كل محافظة يمنية نالها نصيبة من هذا التهجير إذا ما علمنا أن هناك أكثر من ثلاثة مليون يمني تم تهجيرهم على امتدار الخارطة اليمنية ماري بلحالها تستضيف أكثر من مليون مهقر ونازح في هذه المنطقة وبالتالي أنا باعتقادي أيضا لم يتوقف الأمر على المستوى المواطن البسيط بل تهجرت الحكومة ورئيس الحكومة ونائبه وكل الحكومة هجرت وتم نفيها إلى المنافي والشتات النخبة السياسية التي صمتت المنظمات الناشطون الذين كانوا ينبرون نتذكر ذلك تماما نعم أستاذ نبيل الزمن ليست ببعيد أربع سنوات ليست بعيدة ويجب أن لا تكون ذاكرتنا مصقوبة حتى ننسى التفاصيل نتذكر اللجان الرئيسية رئاسي التلو اللجان التي لم تصرح ولا لمرة واحدة من يخرق الاتفاقات ومن ينفذ هذه المواثيق التي كانت تتم تم الاتفاق على 16 نقطة منها يعني أحد النقاط أن يخرج من في دماج ويسلم الطرفين السلاح انصاع أهالي دماج للاتفاق بحكم أن لهم السمع والطاع لولي الأمر ولم تطبق هذه النقاط بتاتا على الحوتين لم يسلموا النقاط التي تمركز فيها ولا الأسلحة ولم يتم محاسبتهم على ذلك يعني على عدم التنفيذ المهم أن يخرج أبناء دماج من المنطقة وكأن المشكلة خلت بهذا الشكل طيب النتيجة التي رأيتها أنت على امتجاه المحسنة أين صرنا اليوم كانت مجموعة تقاتل في دماج وفي ضواحي صعدة اليوم الحوثيون سأسقطوا الدولة وأسقطوا كل شيء وبالتالي مثل هذه النتيجة الطبيعية لذلك الحدث الغير طبيعي أنا باعتقادي أنها كفيلة بأن تكون مثابة معقزة أو بنعنى آخر تكون مثابة ذاكرة قوية حديدية لا يمكن أن ينساها اليمنيون الأحداث لا زالت طريقة ربع سنوات في عمر الشعوب ليست أربع ثواني وأقل ربما من قزمنا الثانية وبالتالي لازلنا نذكر ذلك الموقف وتلك الأحداث بتسلسلها الزمني والمكاني حينما أمرت هذه الميليشيات الطائفية بتصفية كل خصومها حتى وصلت إلى عدن وأسقطت الدولة ودمرت كل شيء اليوم أيضا تداعيات هذا المشهد أنا باعتقادي أنه أربع سنوات أخذت الناس جميعا أو ثلاث سنوات مضت ونحن الآن نقلب في العام الرابع الناس كلهم أنشدوا إلى مناقشة التداعيات التي حصلت القوائح التي حلت بالمجتمع من قتل وتدمير وحروب وإهانات وسرقة مرتبات الناس وتقتيلهم والمعتقلات والسقول ونسينا البذرة الرئيسية لهذه القريمة كلها هذه البذرة الرئيسية لهذه القريمة تكمن في ميليشيات طائفية تقوم على فكر طائفي عنصري كهنوتي يرتكز على الخرافة والدقل والدعاء الحق الإلهي في الحكم والسيادة وبالتالي أنا باعتقادي كل مشاكل اليمن اليوم تكمن في هذا القذر الذي أتت منه كل هذه الشروط والحديث بعد ذلك عن هذه التداعيات الذهاب للحديث عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا ليست سوى تداعيات للكارثة الكبيرة المتمثلة بهذه الفكرة السلالية العنصرية التي يجب أن يقف اليمنيون أمامها موقف واضح وصريح اليوم أنه لا يمكن لليمن أن يعود عافيته وأن يسعيد أمنه وإستقراره ما لم يواقه هذه الفكرة الخبيث ويستأصله من قذوره ويواقه مواقهة شاملة تقضي على هذه الفكرة القهنمية اليوم التي دمرت حياة اليمنين والتي أيضا قوضت السلم الاجتماعي وهو كان أهم مكسب يتمتع به ربما كان بداية الشرخ الاجتماعي من خروج أهالي دماج أستاذ نبيل رغم الصمت الذي لف تلك المرحلة سواء من قبل الحكومة من قبل الرئاسة من قبل المنظمات من قبل العالم وهم يشاهدون المجامع تخرج من دماج وتفترش المساجد والأرض في تلك الفترة نتذكر تماما ما حدث في منطقة السعوان ولكن مع ذلك الصمت كان هناك أصوات يعني تدافع عن حقهم وتحذر من مغبة ما يحدث أنه سينقلب على اليمن أجمع ما الذي يعناه سقوط دماج لليمنين الذين كانوا استشعروا خطر الحوثين منذ لحظات الأولى سقوط دماج كان معنى سقوط اليمن لأنه الرمزية التي مثلتها هذه المدينة الوادعة على مشارف صعدة هي كانت تمثل نوع من محاولة استعادة خاصية الانسقام المجتمعي والتعايش المجتمعي والمذهبي في الحالة اليمنية بغض النظر عن التباينات المذهبية والأيدلوجية والتفسيرات السياسية لوجود السلفين في صعدة أنه كانوا مزروعين من قبل أطراف معين لكن بالأخير أنا باعتقادي أنه وجودهم في هذا المجتمع كان كفيل بأن يحميهم من قبيل الحماية على التنوع والتعدد يعني هذا أقل ما يمكن أن يقال لكن اليوم أنا باعتقادي أنه نظرة اللون الواحد والأحادية الفكرة والمسار والتوقف الذي اليوم يتم صبغ المجتمع فيه اليوم مثلا عملية التي يتم فيها مثلا إعادة تشكيل مناهق الدراسة في اليمن التي يتم فيها مثلا توقيه المواد الإعلامية الصادرة عن المؤسسات الإعلامية الرسمية التي كانت تمثل مؤسسات الدولة حينها الخطاب الأحادي الخطاب المفروض على مساجد الناس على مدنهم على قنواتهم الثقافية على المشهد العام في اليمن الصحفي والإعلامي كله الثقافي أنا باعتقادي كان مبتدأ هذا الشر كله مبتدأ هذا الخلال كله هي تلك اللحظة اللحظة التي صمت الكثير والذي تشف الكثير بها وقال أن هؤلاء تم استزراعهم في صعدة ويجب أن ينالوا حظهم أو عقابهم كان هناك نوع من الغباء الذي لا يقدر عواقب مثل هذه الأشياء هناك أمام جماعة تكفيرية بكل ما تحمل كلمة معنا جماعة الحوثي جماعة تكفيرية لا يمكن أن تعيش إلا في إطار الصراع في إطار الاختلاف مع الآخر وتكفيره وسلب حقه في الحياة والحرية وبالتالي اليوم دفعنا كل هذه الضريبة الغالية ولا زلنا ندفعها إلى الآن ولا زلنا مستمرين في غينا فيما آلت إليه الأمور سياسيا وعسكريا في اليمن الأهم الآن اليوم أنا باعتقادي أنه درس دماغ والدرس المستفاد والدروس الكبيرة التي تتالت لذلك الحدث وتلت هو أنا باعتقادي أنها دروس كافية لاستعادة الاعتبار بما حصل ولملمت هذا القرح اليمني ولملمت أو بمعنى آخر تشخيص الدقيق للمشهد والوضع في اليمن والأزمة في اليمن في قدورها الحقيقية الكاملة في هذا الفكر السلالي الكهنوة الذي أشعل تبة القشة اليمنية وأدى بها إلى هذا الانفقار الكبير الذي أدى إلى دمار الدولة ودمار المجتمع وهذا تشضي اليوم الذي استدعى حرباً إقليمية واستدعى تدخلاً في اليمن واستدعى كل هذه الفشل وكل هذه الكوارثة التي آنت إليها الأوضاع في اليمن نعم أستاذ نبيل يعني برأيك كيف وصلت الجريمة من أبناء دماج إلى كل بيت يمني؟ أنا باعتقادي كان طب من الطبيعي جداً أمام جماعة تريد أن تستأصل خصومها بتلك الطريقة المسلحة وبتلك اللهقة التكفيرية الواضحة والصريحة كان طبيعي أنه هذا بمثابة نار وهذا الشرر سيأخذ طريقه إلى كل بيت يعني الآن باعتقادي يعني مثلاً آلاف الضحايا الذين سقطوا ملايين المشردين مئات الآلاف القرحة البيوت التي هدمت المدارس الطرقات القسور هذا كله كان نتيجة لوجود هذه الجماعة أنا باعتقادي أنه أي تعويم للأزمة في اليمن والحديث عن أطراف صراع والحديث عن يعني كل تداعية هذه الأزمة ما لم يرتكز إلى السبب الحقيقي في وجود هذه الجماعة وفكرتها الطائفية العنصرية هي سبب كل هذه القرائم والمصائب التي حلت في اليمن أنا باعتقادي سيكون من استذاق بمكان الحديث عن مخرج وحلول حقيقية للوضع في اليمن اليوم أنا باعتقادي المعاركة في طابعها الرئيسي بقدر ما هي معاركة عسكرية هي معاركة ثقافية بالأساس هذه المعاركة الثقافية والاجتماعية التي يجب أن تتركز باتقاه تقريم هذه الأفكار وسحقها عسكريا ولا يمكن الحديث بحال الأحوال عن أي التقاس سياسي مع هذه الجماعة تحت أي مبررات وتحت أي مكانة البغوط أيضا لأنه لا يمكن أن يكرر اليمنيون سيناريو السبعينات والسيناريو أيضا قبل أربع سنوات بتلك الاتفاقات التي كانت يتم عقدها أكثر من ستين اتفاق تم عقدها منذ خروجهم تهجير السلفي من الدماجة حتى وصولهم إلى صنعات أكثر من ستين اتفاق مع جماعة الحوثي كان يتم القضاء عليها قبل أن تقف حبر كتابة هذه الاتفاقات نعم إذن ينضم معنا في حوارنا لهذه الليلة الأستاذ فيصل مجيد المحامي من القاهرة مساء الخير أستاذ فيصل أستاذ فيصل منذ تهجير أبناء دماج وتهجير ملايين اليمنيين هل بالإمكان وضع هذه الأحداث في السياق المسؤولية القانونية والأخلاقية أيضا والتاريخية لجرائم الميليشية تجاه المجتمع أنا أعتقد أن هذا بالفعل هو التوصيف للتقيق بعد التحية لك وليا المشاهدين الكرام الحقيقة أن مسألة دماج بالفعل كانت نقطة سوداء في جبين جميع الأطراف السياسية بما فيها الحكومة اليمنية والسلطة والرئاسة وكل من كان شاهد زور في تلك المرحلة بالفعل هذه القضية إضافة طبعا إلى قضية قعدة ومساقها من انتهاكات كبيرة وتهجيرات باستداء من يهود آل ثالم ومرورا بتهجير دماج أعتقد أنها هي التي ربما أثرت على الحالة الاجتماعية والسياسية في اليمن ومن ثم انطلقت هذه العملية كأنها بدأت بكرة صغيرة ثم تداحجت حتى رأينا عملية تهجير كبيرة جدا شملت تقريبا تقريبا كل المحافظات في اليمن جراء سكوت الجميع حينها ونظرهم لأهالي دماجهم يهجرون بتلك الطريقة الأخلاقية تجاوز هذا الفعل المنطق والعقل ومن ثم ربما هي بالفعل ستكون يعني كما قلت هي نقطة سوداء ونقطة سوداء في جبين دعيني أقول كل الأطراف السياسية وهي بالفعل ينبغي أن تؤسس لعملية التهجير الكبرى التي حصلت ويجب أن يستمر هذا الملف مفتوح يعني حتى لا ينسى اليمنيون وعند وجود أي طبعا محاولات لتسوية سياسية مع حقيقة عدم ترجيح السرط مثل هذا الفعل باعتبار أن الجرائم مستمرة وبالتالي يجب أن يظل مفتوح مسألة إدراج كل من قام بهذه الفعلة باعتبار أن التهجير في الأساس يدرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الضد الإنسانية الموجودة في كثير من الوسائق الدولية ابتداء من اتفاقية جينيف الأربع ومرورا باتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهذه حقيقة أنا أظن أنها نعم أستاذ فيصل ما زلت معنا يبدو أن الاتصال قد قطع سنحاول العودة إليك أستاذ فيصل والأستاذ فيصل يتحدث عن هذه المسؤولية القانونية أستاذ عاد إلينا الأستاذ فيصل؟ نعم مرحبا بعودتك مرة أخرى أنا كنت أتحدث بأن المسؤولية القانونية والأخلاقين أستاذ حقيقة أن تصل للجميع لكن هناك فاعل بشكل مباشر وهناك ربما متساهل وهي مثل هذه الجرائم يجب أن حقيقة يتم إسنادها إلى من قام بفعل الفعل المباشر والمحرض وكل من قام بهذه الجرائم باعتبارها لا تمس حقيقة وفقا للنظام الدولي العام وحتى الجوانب الأخلاقية الإنسانية اشترض أن يحاكم فيها كل من اشترك في تلك المرحلة باعتبارها تمس النظام الدولي وهي من أخطر الجرائم وفقا للتصنيف القانون الدولي باعتبارها تهجير لأناس على خلفيات دينية على خلفيات طائفية على خلفيات طائفية باعتبار أنه تم تجد القرى وأهالي بسبب حقيقة أبسكارهم ومعتقداتهم وهي بكل تأكيد جرائم ينبغي أن يحاكم كل من قام بها أستاذ فيصل هناك مخاوف على المدى البعيد أن كل جريمة تنسينا أختها جرائم الحوثي أو ملف جرائم الحوثي بات سقيلا وبات من المستحيل حمله كما هو هل يمكن هناك من يتخوف أن قد تأتي مصالحة سياسية تنسف هذا الملف أن تقدم حصانة ما أن تمحو كل هذه الجرائم هل هذه المخاوف معقولة أو قد تحدث؟ الحقيقة للأسف الشديد أن هناك سوابق بالفعل كثيرة يرى فيها طمث الحقيقة ويرى فيها التنازل عن الجانب للحقوق ومثل هذه الاتهامات أصبح حقائق لمقابل تنازلات سياسية بإعساء من لا يستحق من من ليس له ملك هذا الموضوع الوحيد الذي يستطيع الإعساء في مثل هذه الجرائم في الحق الخاص فقط وليس الحق العام هم الضحايا فقط أما الحق العام يفترض أن يظل قائما وعندما نقول الحق العام هنا نحن نتحدث ليس فقط عن المساس بالمبادع القانونية المحلية إنما تعد ذلك إلى الجرائم الدولية تتحدثين عن جرائم حر جرائم ضد الإنسانية ومن ثم هذه الجرائم عدها المجتمع الدولي على فترات طويلة هنا إن لم نقول مئات السنوات نحن نتحدث عن عشرات السنوات التي من خلالها توصل العالم إلى هذه القواعد ومن ثم حقيقة أي تسوية سياسية بهذا الجانب لا ينبغي أن يتم الإعفاء من العقاب وإن حدث حقيقة في ظل ما يتحدثون عنه من ما يسمى العدالة الانتقالية والتحارب ومحاولة تجاوز العدالة الجنائية هذه العدالة التصالحية لا يفترض فيها حقيقة أن يتم طي مثل هذا الملف وإنما تكون بذات محددة يتم من خلالها تدوين مثل هذه الجرائم وتعويض للمنتهى كحقوقهم لكن حقيقة لا ينبغي لكل من يمر بهذا النشاط السياسي وكذلك من يتصدى للعمل الحقوقي أن يوافق على مثل ذلك هل يمكن تشكيل فريق قانوني أستاذ فيصل يعمل على صياغة مسودات قانونية لمحاكمة كل مرتكبية الجرائم وعدم إفلاتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب فيما لو حدثت مصالحة سياسية الواقع أن هذا الأمر يفترض أن يقوم به أن يتم من خلاله تحكيل منظمات حقوقية تتابع مثل هذا الأمر أنا أعتقد أن تجربة حقيقة أمهات المعتقلين والمختطفين هي تجربة رائدة في هذا الشهر ومن ثم ينبغي أن يتم تزويد مثل هذه المنظمات بالتوثيق القانوني والتوثيق العلمي ومن ثم مثل هذه الجرائم والقوائم السوداء لمن قاموا بهذه الأفعال أعتقد أن تكون كثيرة بجمع كثير من الأدلة ومن ثم استخدام الإختصاص أظن أن القضاء الآن يعتبر مصادر أن تتحدثين عن مجلس أعلى شيعي للقضاء في اليمن تتحدثين عن مصادرة لكافة مؤسسات الدولة أتحدث هنا عن العاصمة صنعاء والمناطق التي تحت يد الميليشيا ومن ثم الإختصاص الدولي ربما سيكون مفتوحة وبقوة بحالة أن الحكومة اليمنية استمرت باستكمال الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجناية الدولية ومن ثم لن تحتاج حينها لطلب من مجلس الأمل لتقديم مثل هؤلاء المجرمين وإنما يكشي فعلا الانضمام إلى استكمال الانضمام للمحكمة الجناية الدولية وأنا هنا حقيقة أتمنى من مجلس النواب إذا انعقد في عدن كما يتحدث الكثيرون بأنه قريبا سيتم أن يلتائم أن تقدم مثل هذه الحقيقة النظام الأساسي للمحكمة الجناية الدولية ليتم تقديم مثل هذه الملطات بالفعل ولا يتم تجاوزها بأي تصلاحة سياسية لأن حقيقة مثل هذه الجرائم وتجاوزها هي ما يأتي بالفعل بجرائم أخرى بيعتقد القائمون عليها بأنهم بالفعل سيفلطون من العقاب نحن نتحدث عن انتهاكات جسيمة وليست بسيطة تمس المجتمع سواء المحلي أو الدولي نحن نتحدث عن جرائم خطيرة جدا تمس الإنسانية جمعة وهؤلاء الناس الذين تشردوا اللحقتهم وأسر أخرى وضحايا أخرى الآن نرى في منطقة الحياة يتم تهجير العشرات الأسر بالصل في جبل حمشي في كل المناطق التي تمر بها المسيرة المدمرة المسيرة التي يقولون عنها قرآنية ومن ثم أنا أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يظل حيا في نفوس الجميع نعم إذن شكرا جزيلا لك المحامي في صلع المجيدي كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة إذن أستاذ نبيل اسمح لنا أنت أستاذ المشاهدين بذهاب لهذا الفاصل القصير أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نبيل أستاذ نبيل تحدثنا مع الأستاذ فيصل عن هل يمكن أن يفلت مرتكب الجرائم من العقاب فيما إذا تمت مصالحة سياسية مثلا يعني هل تتوقع أن يتم التجاوز عن كل هذه الجرائم أنا باعتقادي الحريط من المبكر جدا الحريط عن أي مصالحة سياسية في إطار هذا الانسداد الموجود أولا ثانيا أنا باعتقادي أنه من الإشارات المهمة التي ذكرها الأستاذ فيصل أنه مسألة الحق العام هذه الحق العام هذه لا تسقط بالتقادم منطلقا فضعا ذلك فهو مسألة مهمة أيضا للغاية وهي مسألة التصديق على النظام الأساسي لمحكمة الجنية الدولية وهذه المصادقة قد تمت في اليمن في المرحلة السابقة مرتان وتم كانت يتم إنزال هذه المواد المصادقة عليها في مجلس النواب وتم المصادقة عليها بعد ذلك تم ثاني مرة المصادقة عليها وعدم موافقة عليها على أساس عدم انضمام اليمن لمحكمة الجنية الدولية أنا باعتقادي اليوم مجلس النواب اليوم الداعم للشرعية والذي سينعقد قريبا أنا باعتقادي من مهامه العاقلة أيضا أن يتم الحديث عن إدراج يعني أن يصادق أو أن تكون اليمن عضوا في محكمة القنية الدولية بالنظر إلى حجم القرائم الكبيرة التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم لأنها بالأخير هي حق عام والحق العام هناك آلاف الضحايا الذين قلوا في هذه الحرب وليس من سهولة بمكان أن نذهب إلى مفاوضات سياسية أو إلى تسوية سياسية ويتم الغفال عن هذه آلاف الناس وآلاف الضحايا الذين تم التلحية بهم في الحرب السابقة سواء بالقتل أو سواء بالقصف أو بغيره من الاشكال السلاح الذي تم استخدامه في هذه المعركة وبالتالي أنا باعتقادي أنه في المرحلة القادمة ولزلت الذاكرة طرية الذاكرة اليمنية طرية بكل المنقرمين الذين أسهموا ونعرفهم بالإسم الذين أسهموا في كل هذه القرائم ولا يمكن أن يسقطوا وإن سقطوا وإن سقطوا في أي تسوية سياسية مقدرة وأنا أستبعدها تماما للتسوية السياسية في الحال اليمنية لطبيعة التعقيد التي آلت إليه والدماء التي سقطت لكن بالأخير أنا باعتقادي أيضا أنه يجب أن تركز أن تضع قوائم المجتمع المدني يتولى وضع قوائم هذه القوائم يتم تعميمها على محكمة الجناية الدولية ويتم تعميمها أيضا على المنظمات الحقوقية وتضل هناك ملفات مفتوحة الملفات المفتوحة هذه في الولمات العفل الدولية في ملفات حقوق الإنسان في كل مرحلة ومراحل يتم وضع قائمة سوداء بأسماء مرتكبي ومندهكية حقوق الإنسان في اليمن وبالتالي هؤلاء لا يمكن أن يفروا من وقه العدالة إن فروا من وقه العدالة في الحالة اليمنية وأنا أستمع ذلك لن يفروا من وقه العدالة على المستوى الدولي وعلى مستوى المنظمات وعلى مستوى أيضا الانترمول الدولي وغيرها من الأجهزة الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وتعنى بملاحقة المقربين ومرتكبي انتهاكتها حقوق الإنسان نعم أستاذ نبيل يعني بعد أربع سنوات من التهجير وثلاث سنوات من الانقلاب انتقال الشرعية إلى مربع الكفاح المسلح لاستعادة الدولة كيف تقيم أداء الشرعية في ظل هذه الظروف؟ ثلاث سنوات من الحرب والأداء الشرعية لم يكن أداءا مطلوبا أو عند المستوى المطلوب على حجم المعركة وتحدياتها ولا باعتقد أنه على الشرعية أن تعيد كثير من الأمور وخاصة مع هذا الانهيار الشامل والتام للاقتصاد في اليمن والانهيار أيضا على كل المستويات الانهيار سيترك المقال مفتوحا لأوقاع لا تنتهي من مقاعات وكوارث اقتصادية لا أحد يستطيع أن يتنبأ بقدارها في ظل هذا السعار الذي أحاق بالعملة اليمنية خلال يومين الماضين وبالتالي أنا أعتقادي ليس فقط على هذا المستوى على كل المستويات على المستوى الأمني على المستوى الاقتصادي على المستوى أيضا الأداء الخدمية على المستوى مناطق المحررة هناك فشل كبير هذا الفشل الكبير أيضا أنا أعتقد أن الحكومة لم تكن عند هذا المستوى من التحدي بل أنه من الكوارث الكبيرة أيضا أن الحكومة أسهمت أيضا في أدائها الردي والعاجز في كثير من القضايا التي أخفقت فيها إن على مستوى التعينات التي تم تعيين بها حكومات أو وزراء أو كلاء أو مسؤولين في جهزات الدولة الرقابية والحاسبية والإرادية أيضا كالبنك المركز وغيره كل هذه الشخصيات التي مثلت شخصيات كانوا يفترض أن تكون شخصية استثنائية لإدارة المعركة لأن المسألة في اليمن لم تتعدى إدارة أشياء العام وإنما إدارة معركة متكاملة معركة عسكرية وسياسية وقتصادية وثقافية وإعلامية لكن أنا باعتقادي أننا استطعنا أن نراقب ما تم خلال تلسطنوات أنه هناك فشل كبير هذا الفشل الكبير أنا باعتقادي اليوم بحاجة إلى مراقعة قادة وهذه المراقعة القادة تقتضي إحداث نقلة نوعية في المعركة من خلال أولا أنا باعتقادي هناك خطوات رئيسية يجب البدد فيها أول هذه الخطوات هو إعادة تشكيل حكومة حرب تسمى أو حكومة أزمة هذه الحكومة لا يتعدى عدد وزرائها الوزارات السيادية أربع إلى خمسة وزراء وقادة المناطق العسكرية بعد ذلك هذه إدارة الأزمة هي التي ينبغي أن تدير المعركة إيقاف كل أشكال التعينات عودة الحكومة إيقاف كل التعينات السابقة عودة الحكومة كلها أو كل مسؤولي الدولة لأنه كل مسؤولي الدولة اليوم اليوم في الخارج نعم لكن أشهد نبيل هذا الحديث لنا ثلاث سنوات تقريبا المحللون السياسيون والباحثون والأكاديمون يتحدثون بنفس الصيغة ولكن إن صح اللي القول لا حياة لمن تنادي هل يعقل أن الحكومة لم تدرك خطأها بعد بهذا الترهل الشديد الموجود في الوزارات والتعينات التي كل شهر ونحن نسمع بتعينات جديدة وكلاء جدد الحكومة للأسف لم تكن عندها لمستوى وهي أيضا غارقة في فساد كبير وغارقة أيضا في وضع حكم بلا مسؤولية بمعنى آخر أنهم لديهم امتيازات ولديهم مستحقات لكن بدون أي مسؤولية مقابل هذا المال الذي يستلموه يعني هناك يستلمون بالدولارات اليوم الكارثة الكبيرة أن هؤلاء الناس يعني تخيلي مثلا ثلاث سنوات بدون ميزانية للدولة ويتم السحب والصرف من خلال أموال اليمنيين الذي يتم بيعه من نفط أو إرادات في إطار المناطق التي تحصل طرات الحكومة ويتم تحويلها إلى دولارات والدفع بها لأعضاء الحكومة الموجودين في الخارج نحن أمام مهزلة كبيرة ونقطة كبيرة ستذكر في تاريخ اليمنيين أن الحكومة بدل ما توفر مواردها وتضبط الجهاز الإرادي للدولة وتعمل على إعادة الحكومة للداخل والاشتغال وفق ميزانيا وواضحة المعالم اليوم نراهم عكس ذلك تماما بل الكارثة اليوم أنه الانهيار الاقتصادي الحاصل خلال يومتين من هذه هي الانهيار كبير من ما استدعى اليوم مثلا رئيس الوزراء يوجه نداء عاقلا للتحالف العربي والحكومة يعني نحن أمام كارثة حقيقية هذه الكارثة الحقيقة إذا لم تكن هي مقدمة لتصحيح أنا معتقادي أنه سنأتي لمرحلة يعني ستكون قاصمة وسيصعم معها الحديث عن ندام أو عن أسف لأن الوضع يصل إلى مرحلة لا عودة الانهيار الاقتصادي نحن أمام الانهيار كبير وشامل اليوم الدولار يصل إلى 510 في بعض الصرافات مع انعدام الدولار أيضا وانعدام الخدمات وانعدام التصدير والاستيراد يعني الدولة موقفة لـ 99 إلا بيكون 90% من إرادات اليمن الأساسية والضرورية من القوة الدقيقة للطحين والرز السكر هذه كلها تأتي بالدولار ويتم استيرادها من الخارج ماذا إذا توقف هذا العمل أيضا؟ موانئ اليمن كلها معطلها الموانئ التي تدخل دخلا تدر اليمن مليارات يعني كيف تفسر المطالبة للتحالف بدعم الريال اليمني أمام الدولار والتحالف شريك أساسي في إيقاف هذه الموانئ وإيقاف الحركة يعني في وعدم التصدير والاستيراد وكل المشاكل الاقتصادية التحالف شريك أساسي فيها طبعا الحديث عن الوديعة هذه التي تعلن بها منذ أشهر طبعا لن تحل 20% من المشكل الاقتصادي المشكل الاقتصادي يقوم في أمور رئيسية أولا كل موارد الدولة الرئيسية لا تصب في جهاز إداري واضح للبنك المركزي البنك المركزي الذي يقيم من دوره في العاصمة الأولدنية عمال منذ سنوات منذ تعيينه ويتم استلام راتب شهري أكثر من 40 ألف دولار هذا المسؤول عن البنك المركزي ويدير أمور البنك المركزي في عدن عن طريق الواتس أب هذا محافظة البنك المركزي الذي تم تعيينه أيضا كل موارد الدولة الإرادية الموانئ المطارات القمارك الضرائب هذه لا تذهب إلى خزينات الدولة إنما تذهب ما في تحت سلطة الانقلاب تروح إلى سلطة الانقلاب والسخدام كمقهود حربي لهم وما في مناطق الشرعية لا أحد يعلم عنها شيء يعني خاصة في إطار التعطيل التام للمواني مناء عدن لا يشتغل مناء المكلة لا يشتغل مناء المخا لا يشتغل يعني نحن أمام كارثة وهذه المواني كلها تقع تحت سيطرة قوات التحالف والميليشيات الموالية لها نحن أمام كارثة حقيقية أنا أعتقد أنه الذهاب بالتعلل بالأزمة الاقتصادية أو بالوديعة السعودية وعدم التطرق للأشياء الأخرى أنا أعتقد أنه لن تحل المشكلة بقدر ما تؤقلها وستؤدي إلى مشاكل أكبر أنا أعتقد أن اليوم يعني يجب أن يكون هناك خطاب مكشافة حقيقي لا يتوقف عن فكرة إيقاف مسيرة الدولار وارتفاع الدولار وإنما تتطرق إلى سيطرة الحكومة عن المنافذ والمطارات يعني مؤسسات سيادية للدولة اليمنية لا يجب لأحدا يوقفها مهما كانت الظروف أنا أعتقد أنه مثلا من المهازن اليوم التي تمت يتم إيقاف ميناء عدن ومنع أكثر من 13 سفينة تجارية كبيرة عملاقعة من دخول ميناء بينما يتم الأمريكان يتدخلون في الحديدة ويوكبون رافعات لميناء الحديدة الذي يعمل تحسطة الانقلاب أنا أعتقد أن هذه التناقضات المكشوفة لم تعد تنطلع على المسكين البسيطة العادي نعم إذا فظل هذا الأداء السلبي والسيء للحكومة هل يمكن استعادة الدولة بهذا الشكل من الحوثي الذي ابتلع البلاد بدءا من دماج ومرورا بالمناطق التي ابتلعها وأحكم سيطرته عليها الآن لا شك أنه هذا الأداء لن يساعد على عودة الدولة مطلقا يعني طول أمد المعاركة على انتجار ثلاث سنوات لم يكن نتيجة لقوة الحوثي ولا نتيجة لضعف التحالف التحالف لديه القوة الكبيرة وأيضا الكارثة الكبيرة كانت تكمن في أجندات خفية للتحالف العربي وفي ضعف وفشل وعجز الشرعية اليمنية نقولها صراحة نحن لدينا فريق عاجز وفاشل ولا هم له سوى ترتيب أوضاعه الخاصة لا يعني باليمن بشيء يعني مثلا بعض الذين تم تعينهم في مناصب لا يعرفون اليمن يعني على امتداد أربع سنوات ما زاروا اليمن عايشين متنقلوا بين الرياض والقاهرة وعمان يعني وفي العواصم العالمية واستلمون على هذه الرحلات بالدولار يعني نحن أمام كارثة أنا معتقادي اليوم يعني في الوضع البسيط العادي اليوم أقل ما يمكن أن يقال أو أن تعملوا هذه الحكومة إذا وصلت إلى المرحلة أنا معتقادي أنه كانت رسالة من دغر اليوم هي أشبه باستقالة لكن لم يجزم أن يكتبانا استقالة لكن في حقيقة الأمر استقالة نريد اليوم أن تشتغل كل القنوات وكل الأطار الشرعية إيقاف هذا العبث اليوم مرهوم بتحرك هذه الجهات أن المسألة لا تتوقف عن مسألة انهيار الاقتصاد هي تتوقف عن انهيار السياسة وضياع البلد اليوم لا يتعلق الموضوع في مسألة الأسعار فقط وإنما في بلاد بلا سيادة بلا قرار سيادي اليوم يعني ضابط إماراتي يتحكم بمدينة كعدن ولا يتحكم بجزيرة كسقطرة يعني وين السيادة الوطنية؟ يعني على ماذا الناس تقاتل؟ على ماذا الناس ضحت بهذه الدماء وبهؤلاء الأبطال الذين قضوا فيه طوال ثلاث سنوات بالأخير يأتي واحد هلفوت من أي دولة يحكمنا ويديرنا يعني نحن لماذا تضطرنا ضد الحوثين؟ لأنه متخلف وحمار لا يفهم شيئا في السياسة وبالتالي يأتي واحد أيضا نستبدل دخيل بدخيل لا يمكن بحال من الأحوال اليمنون اليوم وصلوا لمرحلة هناك واع شعبية تقدر هذا الواع الشعبي اليوم سيتقه مباشرة للحكومة الشرعية اليوم كان هناك مظاهرة كبيرة في تعز وتنادي باستعادة الكرامة في تعز باستعادة رواتب الناس يعني الناس خرجت تستشعر الخوف من القادم اليوم ما حالقدر يشتري قطعة خبز في اليمن الناس محرومين من رواتب على طوال العام كامل لا رواتب لا حركة اقتصادية لا بيع لا شراء من أين تأكل الناس؟ يعني معركة القوع أو ثورة القوع القادمة لن تستثني أحد ويتوهم من يعيش اليوم في الرياضة وفي عمان من هؤلاء المسؤولين الفاشلين والفسدة أنه سيعود إلى اليمن وسيحكم في اليمن مستحيل نعم سيد يعني لو تحدثنا يعني مع الأوضاع الحالية وضعفة الشرعية أيضا هناك للأسف الشديد يعني لنقل صمت أيضا على ما يحدث في المناطق المحررة يعني لو قسنا مثلا تهجير دماج بما حدث للمواطنين من شمال اليمن في عدن وكيف تم تهجيرهم تهجير قسري يعني هل يمكن قاننا ذلك مع تهجير دماج؟ لا شك أنه أزمة دماج فتحت الأمور في اليمن على نطاقها على أوسع نطاق اليوم ما يحدث من تهجير أيضا في تعزل بعض المناطق في تعزل كما ذكر الزميل فيصل تهجير في الحيمة تهجير في قبل حبشي تهجير أيضا في عدن حصل تهجير في عدن حصل تهجير في عدن لسكان من المناطق الشمالية من تعزل هذا التهجير اليوم لن يتوقف هنا لأن التهجير ليس مقصود به جغرافية أو فئة أو طاقة معينة هذا التهجير سيحصل في حضر موت لأصحاب المهرة وسيحصل في أبيان لأصحاب الضالع وسيحصل في الضالع لأصحاب أبيان لأن مسألة مرتبطة بالدولة مرتبطة الدولة إذا غابت الدولة غابت كل شيء وبالتالي سنشهد ترحيل وتهجير من قرية ضد قرية لأنه بالأخير النظام الرابط للبلاد هي وجود الدولة وهي التي تحمي وتصول حريات الناس وحقوقهم باختلاف ألوانهم ومذاهبهم وطوافهم لكن نحن الحمد لله ما فيش عندنا هذا التعدل نحن دين واحد ولون واحد وعرق واحد لكن في حقيقة الأمر حينما تغيب الدولة يتحول هذا التماثل أو هذا التشابه إلى كارثة كارثة بكل ما تحمل كلمة معنا هل أعلن أن نستطيع القول أن الحوثي أعلن إنهاء التعايش في اليمن؟ لا شك إنه ما حصل فيه يعني من خلال التعبئة الثقافية التي يتم ترويجها من قبل جماعة الحوثي ومن قبل أيضا شعارات المعركة التي يطلقونها اليوم تقنيد النساء في صنعها تقنيد الأطفال الخطاب الذي يتم ترويجه ومبثه من خلال قنواتهم من خلال المساجد من خلال إمة الخطباء كل هذا أدى إلى شرخ اجتماعي هذا الشرخ الاجتماعي ما يحفظه اليوم في اليمن أو ما يوقف هذا الشرخ الاجتماعي هو وجود نوع من التعايش التاريخي في اليمن وجود نوع من العادات والتقاليد والقيم التي تحفظ لليمنين كرامتهم يعني الآن في إطار ليس هناك دولة يعني لا موجود دولة في مناطق الانقلاب ولا موجود دولة في مناطق الشرعية وبالتالي ما الذي يحفظ هذا الحد الأدنى من التعايش هو وجود قيم أخلاقية قيم مشتركة موجودة بين الناس يعني لكن قيم قبلية اجتماعية يتعرف عليها الناس لكن الإشكالية أيضا أنه هناك توظيف لهذا القلل هناك توظيف من قبل القوى يعني كما هو حاصل في عدن هناك توظيف لمسألة الاختلافات الموجودة في تحت مسمى القضية القنوبية أيضا في المناطق الانقلاب أيضا يعني الشرخ الاجتماعي كبير كدا ولا يمكن أن يتوقف هنا أنا باعتقادي هناك احتقان هذا الاحتقان سينفق ثورة شعبية وهذه الثورة لن تتوقف ستذهب إلى تصفيات عرقية في اليمن ستذهب إلى تصفيات عرقية ما يتم ممارسته بعيدا الاعلام في مناطق الانقلاب يفوق الخيال ويفوق الوصف يعني اختلال لكل معايير السلم الاجتماعي في هذه المناطق وتم القضاء على التعايش الاجتماعي أنا باعتقادي اليمن مقبلة على كارثة كبيرة هذه الكارثة نتمنى أن نتقنمها لكن كل المقدمات تقول أنها ستكون كارثة لأنه ليس هناك عقلاء وليس هناك حكمة سياسية دفعوا بالبلاد لهذه والكارثة أن هؤلاء الذين دفعوا بالبلاد اليوم يعني ينهبوا مقدرات الدولة ويسوون أمورهم في العواصم الخارجية وينتظرون بس ما الذي سيحصل بعد ذلك نحن أمام كارثة حقيقية لا تعتقد أنه يفترض أن تكون الحقوق المدنية تكون خارج الصراعات هذا من المفترض لكن في حقيقة الأمر أيضا نحن لسنا مجتمع مدني بهذا الشكل الذي يمكن تعويل عليه نحن لازلنا نتأثر قبليا نتأثر مذهبيا بالتالي هناك إشكالية في هذا القانب فضلا عن ذلك هناك قمع سلطة القمع القاهرة في مناطق الانقلاب هي التي تجعل الناس غير قادرين على التعبير عن حقوقهم وعن أشياء كثيرة أيضا هناك سلطة قمع وقاهرة أيضا موجودة في المناطق القنوبية التي تمارسها ما يسمى بالحزمة الأمنية وهي تمارس قمعا وقهرا وقصرا على الناس في كثير من هذه المناطق من المناطق الشمالية أو حتى أيضا من المناطق القنوبية بينهم بين يعني هناك صراعات يتم تصفيتها تحت الملف الأمني بين أصحاب يعني ما يسمى بالزمراء والطغمة وتلك التسميات السياسية القديمة التي حصلت في المناطق القنوبية نحن أمام إشكالية حقيقية هذه الإشكالية تكمن في عدم إسراع أو عدم وجود قيادة حقيقية تعمل على الخروج من هذا المزق نحن نغرق اليمن تغرق في قحيم أصراعات وقحيم الفوضى ما لم يكن هناك اليوم يعني عودة حقيقية للحكومة الشرعية إلى الداخل ومناقشة ملفات الناس أو لا خيار إلا أن يقولوا أن نحن قادرين على الحل وقادرين على العمل أو أن يستقلوا يعني ليسوا مقبرين على أن يظلوا في أمام المشهد واليمن تتفتت بهذا الشكل لن يقبل أحد يعني إذا كان هناك أي واحد عنده مقال ذرة من الملغيرة الوطنية لا يمكن أن يقبل أن تذهب اليمن وتفشل اليمن بهذا الشكل تحت سلطته ومرتها سواء رئيس الجمهورية أو نعيف رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أنا أعتقادي من المسؤولية بمكان اليوم مكاشفة الناس بالذي يتم على الأرض أنا مسؤوليتي كمسؤول عن مكاشف الناس ومصارحهم عن ما يقري إذا لست قادر على هذا أنا أعتقادي أن أنا أنسحب المشهد ملي بالوطنيين ولي بالكفاءات والكوادر لا يتعللون أنهم خارج البلاد وأن اليمن تعيش حرب وتعيش طوارئ لا يتعللون بهذا يعني الآن هناك بعض الأشخاص وبعض الشخصيات في الحكومة تستمري في نهبها وسلبها وتستمري في القلوس في مواقع حتى تمرر نحن في حرب نحن لا تناقشون لا ميزاني لدينا هذا السيناريو جميعا نعلم الأسف الشديد وربما هو الشمعة التي يعني يعلق عليها من في الحكومة فشلهم في أداء واجبهم عمما يبدو أن المشكلة لم تنتهي يعني بدماج وإنما هي فتحت باب المشاكل شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث كنت معنا في حلقة المسألة مني لهذه الليلة أشكركم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم إلى أن ألتقيكم في مسألة مني جديد كونو براية اللهم أميه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر